أيضا نتابع هذه القضية هنا في الستوديو مع الصحفي حسن المصطفى حسن أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة تابعت منذ البداية ما حدث في الدالوة وفي الأحساب وفي المنطقة الشرقية عمومة من الرجمات إرهابية كيف استقبل أهالي الدالوة هذا الحكم اليوم؟ قبل قليل كنت على اتصال مع الأستاذ جاسم المشرف وهو أحد أهالي الدالوة وكان من المتابعين لملف القضية منذ بداياته وكان على اتصال دائم بالأهالي من جهة وبالجهات الرسمية من جهة أخرى بالنسبة للأهالي يعتبرون أن العدالة لابد أن تتحقق وأنهم يثقون في المحاكم السعودية وأن هذه المحاكم طوال هذه السنوات كانت تتابع قضية التحقيقات الجهات الأمنية بالنسبة لها هذه قضية أمن وطني وبالتالي مجرى التحقيق يأخذ سنوات وليست فترة قصيرة وهذا ما كان الأهالي يتفاهمونه منذ البداية لذلك أعتقد ومن خلال اتصالي بالأستاذ جاسم وبمجموعة من الناشطين والفاعلين في منطقة الأحساء والقطيف الكل مرتاح إلى هذا الحكم خصوصا أنه أتى كذلك في شهر محرم بما يوافق الذكرى السنوية لهذه العملية الإرهابية وطوال هذه السنوات لم يكن الملف نائما كما يعتقد البعض كان الملف محل متابع من الأهالي من جهة أهالي الضحايا سواء المدنيين أو حتى العسكريين الذين قضوا أثناء المواجهات في تتبع الضالعين في العملية وكانوا في نفس الوقت هناك أفراد لم تتكشف أدوارهم لذلك هذا النوع من العمليات معقدة هناك من أمن المواد المتفجرة هناك من أمن دعما لوجستيا هناك خلايا كانت مهمتها التغطية والتهريب وتوفير السلاح لذلك البعض يتساءل لماذا أخذت العملية كل هذا الوقت منذ العام 2014 حتى الآن لأنها عملية ليست بالسهلة وكان إذا تتذكر العام 2014 وال2015 عاما استهدف الإرهاب في السعودية استهدف المساجد وكانت هذه المساجد ليست مساجدة طائفة لوحدها دون طائفة أخرى استهدف المساجد في القطيف في الأحساء في الجنوب في نجران وفي عسير ومن مختلف الطوائف وكان أهالي الدلوة في هذه العملية منذ تلك الأيام أثبتوا حسا وطنيا عاليا تتذكر وقتها الشعار الذي رفع أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعة وكان في نفسه في السعود كان هناك تكاتب كبير هناك صلوات جمعة وقيمة مشتركة من الأهالي في المنطقة أضف إلى ذلك أنه يبدو بأن الآية أو المسألة العكست في الوقت الذي كان هؤلاء الرغبيين يريدون إيجاد خلل في هذا النسيج وفي هذه اللحمة الاجتماعية يبدو بأن الصورة العكست أصبح هناك تكاتف أكثر تعاطف أكثر وأيضا تفاهم لدور الإرهاب ومحاولاته الفاشلة في السعودية صحيح من يقف خلف العملية هو تنظيم داعش وكان أحد أهداف تنظيم داعش هو أحداث فوضى داخل السعودية وضرب النسيج الاجتماعي وافتعال مشاكل مذهبية عميقة من خلال التفجيرات التي تستهدف المساجد والحسينيات لكن كما تفضلت أستاذ محمد الوعي الذي واجه به الأهالي هذه العمليات والصبر والليقظة من رجال الأمن منذ اللحظة الأولى كما تذكر وقتها تم مسك حوالي 77 شخص ثلاثة منهم قتلوا في مواجهات واثنان من رجال الأمن قتلوا وكانوا من جنسيات متعددة بعضهم كان قطريا وبعضهم أردنيا وبعضهم سوريا وبعضهم من دون هويات هذه اللي أسميها اليقظة منذ البداية أفسدت مخطط الفتنة لأن الفتنة عندما تحدث هناك لها أرضية إذا أفسدنا هذه الأرضية ونزعنا بدرة التوتر منها سوف يخسر هؤلاء المراهنون عليها وبالتالي كان هدف داعش هو إحداث هذه الفتنة الطائفية المذهبية في السعودية واستطاع الأهالي منذ البداية وعدها أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة أنه في الوقت الذي كان فيه الأهالي يتلقون التعازي في مقتل ذويهم في الدالوة قتل فردان من أفراد الأمن في المواجهات مع داعش ذهب وفد من ثلاثين شخصية من الأحساء ومن القطيف إلى أهالي الشهداء من رجال الأمن وعزوهم وعزو ذويهم هذا يعكس هذه الروح حتى النعوش والجثامين إلى الضحايا وقتها كانت سجية بالأعلام السعودية وهذا دليل على الروح الوطنية التي تحلى بها أهالي الدالوة وأهالي الشهداء والضحايا في تلك الحادثة الأليمة شكرا